وصل الجنود والكينيون الأوائل إلى غوما شرق جمهوريات الكونغو الديمقراطية السبت كجزء من قوة إقليمية في شرق أفريقيا لتهدئة المنطقة المضطربة أمنيا على خلفية القتال العنيف بين القوات الكونغولية ضد متمرد حركة 23 مارس وحطت طائرتان تقلان حوالي 100 جندي كيني في مدينة غوما عاصمة إقليم شمال كيفو حيث استقبلهم كبار الشخصيات المحلية فيما قال مسؤول كيني إن مهمتهم تتمثل في تنفيذ عمليات هجومية إلى جانب القوات الكونغولية والمساعدة في نزع سلاح الميليشيات مشيرا إلى أن الكتيبة ستعمل جنبا إلى جنب مع المنظمات الإنسانية إنهم هنا حتى نتمكن مع القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية من القضاء على حركة 23 مارس والجماعات المسلحة المختلفة التي تخلق حالة من انعدام الأمن في منطقة مسؤوليتنا المنطقة الفاصلة ليست على جدول الأعمال تعليمات رؤساء الدول وكل المفاهيم واضحة جدا أصدقاء كينيا موجودون هنا في مهمة هجومية بحتة لدينا تفويض للوفاء به وهو يتكون من أربعة عناصر الأول هو العمل مع زملائنا من القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية للقضاء على القوات المعادية والثاني هو العمل مع المختصين في المجال الإنساني لتقديم المساعدة للمشردين داخلين